ماهيك؟ ورآن الاسكار تمت بال... ...تبكين بوجود انا مبسود جدا بالجائزة دي بس كما شاء شكلها مش اوسكر ليه هي، هي جبس بس انا مبسود جدا بالجائزة دي احنا تعبنا جدا في الفيلم والفيلم دا بمس كل الأمريكان والحقيقة كان لا يعتبر لازم اطلع استلم الجايزة دي وهنا لابس اول صفحة من الجريم بوك لا بقى ديكوسة هنخلي الاوسكار كمان ابيض ايه يا عمس ايه ايه المشكلة لو هنعمله نخليه اسود يعني برضو عشان يبقى فيه داي بيرست يعني انما ستا سبايك بس ايه ده مفيش حاجة عادي احنا كلنا بنتكلم في الريسيزم بطرق مختلفة ما يجراش حاجة يعني انت تعرف اي انت عن الريسيزم وعن العنصرية وعن الناس اللي شافت شافت الموت بعنيها ايه انت تعرف عنه ايه حد حد يمسك لا بقولك ايه بقى معلاش ديكوسة ديكوسة يا ساعة جماعة يا جماعة يا بتوع الاكاديمية يا بتوع ايه ينفع الجايزة انا خايف انا خايف عن الجايزة واخايف عليك وكلكم لان سبايك ليه مجنون صلع الفيلم بيتكلم عن نفس الماضي ولا هو عشان ابيض يعني انا للأسف يا جماعة انا هتطر اخد الجايزة دي وامشي عشان رجل ده شكله هالموت بقولك ايه بقولك ايه وكان ده فور ايفر جريم بوك جريم بوك هو الفيلم اللي كسب ثلاث جوائز اوسكر السنة دي احسن اوريجنال سكريبت احسن ممثل سنوي مهارشل عليه واكيد احسن فيلم الفيلم من اخراج بيتر فارلي طبعا بينتابك الفضول وتتهفف دماغك كده وتبع عايز تعرف الرجل ده اخرج ايه قبل كده فتلاقي لستة افلام كوميديا ورومنتيك كوميديز هو اخرج معظمهم مع اخوه بس خد عندك والفيلم اللي بحبه جدا وغيره غيره 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 وتلاقي نفسك مش عارف هو ايه اللي جاب لجاب بس اشطى مش مشكلة عاق المهم الفيلم مكتبس من قصة حقيقية القصة بتبدأ في قوائل الستينات وتحديدا في سنة 1962 بتوني فالالانجا وبالمناسبة الفيلم من كتابة ابني توني فالالانجا في الحقيقة انه بيكتب فيلم عن ابوه ففاهم اللينك ان شاء الله عندك مفاهمته انا ليه مرعب قوي انا ليه مبرق كده توني فالالانجا او توني لب هو راجل ايتاليان امريكن بيتكلم كده وبشتغل باونسر في كلاب بيشتغل باونسر في كلاب بيشتغل باونسر في كلاب وراجل ده غير شي محبتين الحقيقة وبتعرف برضه من الاول انه مش من المرحبين بالسود قوي وبعدين بتشاهد الظروف ان الكلاب ده يتقفل وبيبقى بيدور على شغل جديد فبيلاقي مين دكتور دون شيرلي مين دكتور دون شيرلي ده؟ دكتور دون شيرلي هو رجل موسيقي لبق في كلامه ومتعلم وحاصل على الدكتوراه في الموسيقى دكتور دون شيرلي بيقول له انه عايز يروح في رحلة او في تور موسيقية بالعربية بتاعته في الجنوب وعايز توني يبقى السواء او المساعد بتاعه في الرحلة دي وتوني بما انه محتاج فلوس بيتطر يوافق اكل العيش مر بقى نعمل ايه؟ وفعلا بيطلعوا في رحلة مع بعض لمدة شهرين في جنوب الولايات المتحدة الامريكية في الستينات جنوب في الولايات المتحدة الامريكية رجل اسمر رايح الجنوب عند اكابر الويت عشان يعزفلوهم في الستينات متخير والفيلم كان اسمه ايه؟ ايه الجرين بوك ده بقى؟ الجرين بوك ده كتاب بيبقى فيه الاماكن والطرق اللي ممكن اصحاب البشرة الصمراء يمشوا فيها او يروحوها من غير ما يحصل لهم مشاكل سواء من الناس او من السلطات نفسها انا مش عارف انا بشرح هنا ليه؟ مش رح هنا ما الجرين بوك اوك ده بالسطر الاول وهنا الفيلم بتاعنا الفيلم كان حلو اوي بداياتا من الكاست الاكتر من الرائع عندنا فيجو مورتنسون شكله متغير تماما والاكسنت بتاعته وكل حاجة فيه مختلفة معقولة ده هو هو ارجن بتاع لورد الف درينجز معقولة؟ معقولة كابتن؟ مبدأيا كده برا التمثيل الرجل بيتكلم اربع لغات بطلاقة انجليزي اسباني دنماركي فرنساوي بطلاقة وبيتكلم برضو كتالوني ونرويجي وسويدي بس مش بطلاقة اوي يعني هو بتكلم اربع لغات بطلاقة وثلاث لغات من غير الطلاقة يبقى كده كام؟ سبع خد عشر روهات البق المهم الرجل مش طبيعي يعني والحقيقة ان الفيلم ده دليل كبير جدا على التنوع والرينج الكبير اللي عند فيجو وعندنا برضو مهارشلا عليه اللي كسب اسكار للمرة التانية ربنا يباريك له ويزيده مهارشلا عنده كارزمة غريبة ودوره معقد جدا هو كمان هو راجل اسود اسمر من اصحاب البشرة الصمراء for the sake of the review لازم اقول حاجة عليه فغالبا هقول عليه بلاك هو راجل غني وعايش في بيت كبير وبيتكلم كلام كله لباقة كده بساحة الفكاب عنده كبيرة بفولة 4 تيرة تقريبا متعلم ومثقف ولكن برضو مع كل ده لسه بيتعرد للتمييز العنصري وبرضو البيت مش بيدوله حجمه او مكانته المناسبة وفي نفس الوقت برضو هو مش عايش عيشة السود ولا بيسمع اغنيهم ولا عارف طريقة عيشتهم عاملة ازاي فانت عندك مشكلة ايدنتي هل هو راجل مكانه وسط الناس البيض ولا مكانه مع السود هو بلا مكان والصراع النفسي ده مهارشلا قدر يوصله في تمثيله بشكل اكتر من رائع غير ان فيجو ومهارشلا كل واحد عظيم مع نفسه هم الاتنين مع بعض الكامستري بينهم عظيمة هي كمان خصوصا ان الفيلم ده يعتبر فيلم رود تريب ولازم يوصلوا من نقطة الف لنقطة بيه كنت قلت قبل كده ان القصص اللي بتبقى عبارة عن رحلة اشخاص من نقطة لنقطة بتبقى فرصة هيلة لتطور الشخصيات وفي النهاية الشخصين اللي بتدينا معاهم رحلتنا بيبقوا اشخاص مختلفين واقرب لبعض عن الاول في الفيلم ده معظم الوقت اللي بيقضوه مع بعض بيبقى في العربية والكتابات اللي كانت بتحصل بينهم جوه العربية كانت غنية جدا وممتعة وفي منها حاجات متحكة كتير وبيوريك القرف اللي كان بيشوفوا الناس اللي زي دكتور شيرلي في حياتهم حتى لو كانوا متعلمين ومثقفين وفعلا انسيابية المشاهد والديالوج اللي بين توني والدك كانت دايما بتقطاعها مواقف شددت العنصرية لدرجة مستفزة فبتبقى طول ما انت قاعد بتقول في سرك ايه القرف ده اخوانا انتوا ليه بهايم كده فانت بتتفصل بتتفصل قوي ولكن مش لدرجة ان المشهد يبقى ديستيربنج برضه ده يمكن مشكلتي الوحيدة مع الفيلم ان ما فيهوش مشاهد درامية قوية حاجة اوفر دي طوب كده تخلي الفيلم محفور في دماغك تخليك مش مرتاح او تدايقك بتتفصل اه بس ما بتتدمرش نفسيا وده ياخدنا النقطة تانية بقى هل الفيلم ده يستحق انه ياخد اوسكار افضل فيلم هقول لكو بعد الفاصل قبل ما نحاول نوصل للاجابة لازم اتكلم في حاجة تانية القوي مبدئيا الفيلم عليه كلام كتير قوي من نواحي كتير قوي من ناس كتير قوي ومحدش بينتقد قوي غير لما يعمل فيلم حلو قوي وركز معايا بقى في الحتة اللي جاية دي علشان دي ميزة انك تراجع الفيلم متاخر لو كنت راجعت وبدري ما كان شايبة فيك كلام ده كله كابيش عندك مثلا عائلة دكتور شيرلي اول ما الفيلم نزل قالت لك لا كلام ده مش صحة وطوني والدوك ما كانوش صحاب خالص واللي كان بينهم كان مجرد علاقة شغل الراجل ومديره يعني ولكن بعدها بكذا شهر وتحديدا في يناير 2019 طلعت تسجيلات صوتية في انترفيو لدكتور شيرلي كان بيقول فيها ان علاقتهم اكتر من مجرد علاقة شغل وانهم بحكم انهم مع بعض على طول لازم يكون في علاقة صداقة بينهم فالموضوع انتهى بس ده يخليك تسأل ليه ممكن الموضوع ده يترح اصلا او ليه التشكيك في انهم ممكن يكونوا صحاب وده كان بداية انتقادات كتير من اشهر الانتقادات اللي جات للفيلم كانت في نبي سي نيوز كانوا بيقولوا عمول من البيض للبيض وعناوين تانية بتقول هل جريم بوك كسب الاسكار لمجرد انه خل البيض يتبسطوا من نفسهم؟ وطبعا اشهر الانتقادات دي كلها كان غضب سبايك لي من فوز الفيلم سبايك لي هو مخرج فيلم بلاك كلانزمان اللي كان مترشح برضو للأوسكارس السنة دي ولو تعرف سبايك لي هتعرف انه دي مش اول مرة يهاجم فيها فيلم فيه ثيم العنصرية من اخراج مخرج ابيض كونتين تارنتينو عمل جانجو انشين طلع برضو عمل نفس الحركة دي طلع زعق بقى وزاهي وبتاع والفيلم ده ريسيست دايما كل شوية تلاقي تايت الفوق سبايك لي لوزه اس شيت اوفر مش عارف ايه بس انا مثلا من الناس اللي اتقصرت بالعنصرية في فيلم جانجو اكتر من 12 years a slave مثلا واعتقد ناس كتير شايفة كده برضو 12 years a slave مباشر قوي و in your face اللي هو بص بص شوفوا انت عملتوا ايه ولكن جانجو هو قصة عن الريفنج او الانتقام فيه فيمز الويت سوبريميسي والريسيزم موجودين مفيش كلام بس مندمجين في القصة اكتر وهنا الفكرة كلها جرين بوك مش معمول بعقلية ستيف مكوين او سبايك لي مش عايز يكون بالطريقة المباشرة الابيوس دي ده مش عشان اللي عاملين جرين بوك ملايكة ومش قصدهم يكونوا اوسكار بيت او طعم للأوسكار فيه المنت تزود في الفيلم لاحد الشخصيات وهو الشيزوز الجنسي ملوش ادنى علاقة بالقصة ولا فرأ فاي حاجة لا في الشخصية ولا في الحبكة ما عرفش الشخصية دي في الحقيقة حصل معا كده ولا لأ بس انا بتكلم في القصة ما فرأش في اي حاجة معمول بس عشان يخلّوا الشخصية دي فرصة انها تكسب الاؤسكار أكبر او عشان الشخصية دي بتاكل مع الناس شيل المشهد ده من الفيلم هيفرق في حاجة ولا اى حاجة طيب طالما هو مش بالطريقة المباشرة دي يا عامل وهم قول الفيلم عن ايه؟ الفيلم عن الصداقة الفرينشيب عن صداقة شخصين من خلفيات مختلفة تماماً جمعتهم الظروف انهم يكونوا مع بعض وفضلوا أصحاب لفترة طويلة لحد وفاتهم في 2013 على بعد شهور من بعض الفيلم ده ومعالجته مش معالجة درامية قيلة لأ معالجة فون جداً وجميلة جداً ومؤسرة جداً وبعد ما الفيلم خلص خلاني عايز أكلم صحابي اللي بقى لي فترة مشوفتهمش أسأل عليهم فهو الفيلم عن كده عن الصداقة فاحكم عليه على أساس ده معرفش بصراحة إجابة سؤال هل هو يستحق الأوسكار ولا لا لأن ده طبعاً معناه أني لازم أشوف كل الأفلام المرشحة للأوسكار السنة دي أو معظمها على أقل وده للأسف ما حصلش السنة دي للأسف الشديد إيه 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 إزاي إنت إزاي ريفيور ما بتفرجش على الأفلام إنت إزاي يا مان ما بتروحش زاوي يا مان إنت إزاي بتسمي نفسك ريفيور وإنت أصلاً مش حاسس بإمت الأفلام وبتروح زاوي يا مان خلاص خلصت خلصت عب وراء ماشي للأسف الشديد هو ده اللي حصل ولكن جرين بوك كفيلم هو فيلم محترم جداً الخلاصة أن أنا حبيت فيلم جرين بوك جداً 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 أداء الأبطال كان هايل سواء من فيجو أو من مهارشلة فيلم محطوط فيه فيمز فور دا سيكوف دايفرستي ملهاش لازمة وكنت تمنى أنه يبقى بيقدم دراما أقوى من كده شوية أو يبقى فيه مشهد بيتحفر في الماغي كده من ساهوش ولكن لو بسيت عليه من منظور تاني من منظور أنه فيلم مقتبس عن قصة حقيقية وقصة جميلة فعلاً عن الشخصين دول هيعجبك جداً 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 عشان كده أقول على جرين بوك فيلم جميل بكذا إيه عشان هو جميل قوي وهديله 8.5 من 10 طيب شفت الفيلم إيه رأيكم فيه ايه الفيلم اللي انت شايفه وكان يستحق بس بيكشر السنة دي قول رأيك في الكومنس وخلي الناس كلها تقفش فيك ولو عجبتك الحلقة اعمل ثلاث حاجات شير، لايك، سبسكرايب وببص بص على ريفيوز القديمة مش محتاجة افكركم يا جماعة احنا بننزل كل يوم جمعة الساعة سبعة واشوفكم في حلقة جديدة و ريفيو جديد مع السلامة بوك انتم دولي على الجريم بوك؟